وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 638 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 787 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدهمة تم ضبط 25 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والباية بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 720 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 42 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 900 وقضية واحدة من بينها 205 قضايا خبز نقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر